بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته عشرة أسئلة عن تطور الفكر السياسي الشيعي يجيب عنها أحمد الكاتب السؤال الأول بشكل عام ما هي أصول الفكر الشيعي التي تراها أنها أصل الشيعة التي أرسيت قواعدها وأعمدتها عليها تاريخيا جواب واحد أصول الفكر الشيعي هي أصول الإسلام لا تختلف عنها بشيء ولا تزيد ولا تنقص ولكنها كانت تشكل قراءة خاصة للإسلام تعتمد على الإيمان بعدالة الله تعالى وضرورة عدالة الحاكم ونشر العدل في الأرض في مقابل بعض المدارس الإسلامية التي لم تكن ترى صفة العدل حتى في الخالق وتعتقد بإمكانية ممارسته للظلم وذلك بإدخال المؤمن العامل المطيع في النار في الآخرة وإدخال الفاسق الفاجر في الجنة وبجواز كون الحاكم في الدنيا ظالما فاسقا فاجرا ووجوب طاعته حتى لو استولى على السلطة بالقوة والإكراه وكان الفكر السياسي الشيعي الأول يعتمد على مبدأ الشورى وضرورة انتخاب الحاكم من قبل الأمة طواعية وليس بالإكراه ثم التفى في القرن الأول والقرون التالية التفى الشيعة حول أئمة أهل البيت من العلويين والفاطميين في مقابل الحكام الأمويين وأبناء أمهم العباسيين وتفرع الشيعة أو الحركة الشيعية إلى أكثر من سبعين فرقة وكان منها ما يعرف اليوم بالفرقة الإمامية الأثنى عشرية التي تطورت عبر الزمن وبصورة سرية وقالت بوجوب اتصاف الحاكم بصفات مثالية كالأسمة من الله تعالى حتى لا يحكم بخلاف الشريعة الإسلامية أو إرادة الله أو يأمر بمعصية واضطرت إلى القول بحصر طريقة انتخاب الإمام بالنصر من الله تعالى عبر النبي صلى الله عليه وآله وعبر الإمام السابق هذه النظرية الإمامية وانتهت هذه الفرقة مع وفاة الإمام الحادي عشر الحسن بن علي المعروف بالعسكري سنة 260 للهجرة وعدم وجود ولد ظاهر له انتهت إلى طريق مزدود فافترضت وجود ولد له في السر وقالت أنه الثاني عشر وقد غاب منذ ذلك الحين وسيظهر في المستقبل سؤال رقم اثنين اليوم أين الشيعة من هذه القواعد والأصول الفكرية الأصيلة للشيعة تاريخيا جواب اثنين الشيعة اليوم فرق وأحزاب وتيارات وجماعات مختلفة وليسوا كتلة واحدة وليسوا على فكر واحد ولكنهم يتوارثون اسم الشيعة والتشيع دون أن يعرفوا بصورة عامة الخلافات الفكرية القديمة غير أنهم بصورة عامة يحبون أهل البيت ويزورون قبورهم ويتألمون لما حدث لهم في التاريخ سؤال ثلاثة بشكل عام أين الشيعة من التطورات التي نشهدها في العصر الحاضر؟ هل الفكر الشيعي يتماشى مع هذه التطورات أم ما زال عالقا في الماضي؟ جواب ثلاثة الشيعة اليوم ليسوا كشيعة قبل ألف سنة أو قبل ذلك أو بعد ذلك وهم اليوم مواطنون في بلاد عديدة يهمهم السعي لتوفير حياة اقتصادية كريمة ونظام سياسي عادل ولذلك انخرطوا في حركات سياسية عديدة كالحركة الدستورية في بداية القرن الأشرين في العراق وإيران وثاروا ضد نظام شاه إيران عام 1979 كما قاوموا ديكتاتورية صدام حسين وحزب البعث واعتنقوا الفكرة الديمقراطية الذي يساوي بين جميع المواطنين وينص على اختيار الحاكم من قبل الشعب وهم اليوم لا يشترطون أن يكون الحاكم يعني الإمام معصوماً ولا منصوصاً عليه من الله ولا نازلاً من السلالة العلوية الحسينية كما كان يقول الفكر الإمامي القديم سؤال أربعة هل فعلاً الفكر الشيعي يحتاج إلى مراجعة؟ وهل مراجعة الفكر الشيعي أصبحت موضوعاً متداولاً داخل البيت الشيعي؟ جواب أربعة الفكر الشيعي الإمامي فكر قديم بائد ومنقرط ولا وجود له اليوم ولا يمكن تطبيقه ولذلك فقد تخلى عنه الشيعة بصورة عامة ولم يبقى إلا في بعض الزوايا والتكايا والمدارس والكتب ورفوف التاريخ وهو لا يخضع للمراجعة فقط وإنما يتم تجاوزه بصورة كبيرة وواسعة واستبدان للفكر تبكر به حتى لم يعد يصح في الحقيقة إطلاق اسم الشيع الإمامية الثنى عشرية عليهم سؤال خمسة إذا كان الفكر الشيعي يحتاج إلى المراجعة من أين يجب أن تبدأ هذه المراجعة؟ وما هي المسائل والمواضيع التي من المفروض مراجعتها؟ جواب رقم خمسة لقد ابتدأت مراجعة الفكر الشيعي الإمامي منذ حوالي ستين عاماً أو أكثر عند تأسيس حزب الدعوة الإسلامية واعتمار نظرية الشورى داخل الحزب وكأساس لقيام الدولة الإسلامية وتعززت عملية المراجعة أو الخروج من ذلك الفكر القديم بطرح الإمام الخميني لنظرية ولاية الفقه التي ترفض انتظار الإمام الثاني عشر الغائب الإمام المهدي بن كوسين وتنادي بضرورة إقامة الدولة الإسلامية بقيادة الفقهاء العدول ومن المعروف أن الإمام الخميني طبق نظريته تلك بعد مزجها بالفكر الديمقراطي فأقام الجمهورية الإسلامية الإيرانية سؤال رقم 6 هل الجهود المبذولة في الوقت الحاضر لتطوير الفكر الشيعي بمستوى المطلوب؟ جواب 6 هناك مسار عملي وواقعي يسير فيه الشيعة في كل مكان على أساس العدل والشورى والديمقراطية والمدنية وهو مسار يتطور في كل مكان بصورة عملية وصامتة وهناك بقايا من التراث الفكري القديم لا يزال بعض المشايخ وبعض الناس يتمسكون بها نظريا فقط وإلا فإن أشد الناس يتمسكون بالتراث الطائفي الشيعي كمراجع الحوزة في النجف يتبنون الفكر الديمقراطي والحكم المدني ويدعمون العملية السياسية الجارية في العراق سؤال رقم 7 ما هي أهم العراقي التي تواجه عملية التحديث وتطوير الفكر الشيعي؟ جواب 7 لا توجد في الحقيقة أي تعراقيد أمام التطور الواقعي ولكن بعض الناس لا يزالون يعيشون على المستوى النظري بأوهام الماضي ويؤمنون ببعض النظريات المثالية الخيالية المغالية وهذا يعود إلى عدم دراستهم لتاريخ الفكر الإمامي دراسة كاملة شاملة ودقيقة سؤال 8 يقال أن قضية المراجعة عند الشيعة صعبة فإذا كان عند الكثيرين من السنة قضية المراجعة تنتهي بالفشل بسبب عدم التخلص من السلفية وعدم دراسة وقراءة النصوص بعيدا عن الرجوع للماضي فنفس الشيء عائق أيضا أمام أي محاولة تتعلق بتطوير الفكر الشيعي عند الشيعة ماذا تقول حول هذا؟ جواب 8 ما يسمى بالشيعة اليوم يعيشون حالة مشابهة لما يعيشه ما يسمى بالسنة بالنسبة لبعض الأفكار والنظريات الاستبدادية القديمة التي لا يعرفها الجمهور من الطرفين ولا يلتزم بها وإنما توجد فقط في الكتب ولدى بعض المشايخ وأما في الخارج فإن حركة المجتمع السني أو الشيعي واحدة نحو الحرية والعدالة والمدنية والديمقراطية سؤال 9 يقال أي عملية لتحديث وتطوير الفكر الشيعي إذا لم تتطرق إلى المواضيع الجوهرية مثل الأسمى والحق الإلهي في الحكم والمهد المنتظر وطبيعة علاقة المواطن بالحكم فليس في الحقيقة تحديث ولا تطوير للفكر الشيعي هل هذا صحيح؟ جواب 9 صحيح تماما وهذا ما أقول به ولكني قد أختلف مع السائل بأن الشيع اليوم لا يقولون بوجوب اتصاف الحاكم المعاصد بالأصمة والنص والسلالة العلوية الحسينية وإنما هذه نظرية قديمة بائدة لا وجود لها اليوم إلا في الكتب وأما في الواقع فإن الشيع يتبنون الفكر الديمقراطي ويقيمون جمهوريات مدنية إسلامية سؤال 10 إذا لم يتم تطوير الفكر الشيعي ماذا سيكون إنعكاساته على مستقبل الشيعة وفكر الشيعة؟ جواب 10 الفكر الشيعي يتطور ويتخلص من الأفكار والنظريات المتطرفة والدخيلة التي لا توجد إلا في مستوى النظر لدى بعض الناس وأما في الواقع فإن ما يسمى بالشيعة قد تطوروا كثيرا وقطعوا أشواطا بعيدة باتجاه العدل والشورى يعني الديمقراطية ربما أكثر من بعض المذاهب والحركات السلفية التي لا تزال تؤمن بشرعية الإنقلاب العسكري ووجوب طاعة الحاكم حتى لو كان ظالما فاسقا فاجرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة